السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ورمضان كريم عليكم ان شاء الله خلاص يعني ايام واقترب من هنا الشهر الكريم النهاردة جاي دردش معاكم على سوزوكي عربية من سيارات سوزوكي يعني وهي سوزوكي بالينو هنتكلم على مواصفات كتيرة جدا فيها ونفصصها ونشوف ايه هي العيوب والمميزات اللي فيها قدر الامكان من خلال مواصفات الامان والاسعار وهنتكلم على الضمان وطبعا احنا عارفين ان سوزوكي بتنزم من خلال عربيات كتيرة جدا في السوق المصري منها سوزوكي آآ آلتو سوزوكي ديزاير سبريسو سوزوكي زياز آآ سوزوكي ارتيجا واخيرا سوزوكي سوفت طبعا العربية لسوزوكي بالينو كانت عربية ذات منشأ ياباني زي ما احنا عارفين لكنها مش بتتجمع في اليابان يعني هي لما بيتم استيراضها مش بتجمع من اليابان هي بتتصنع في الهند عشان معظم دلوقتي التوكلات العالمية بتشتغل على البراند اللي احنا عارفينه يعني مسلا التيوتا زي ما احنا عارفينها دلوقتي اللي موجودة في مصر مش بتتصنع برضو في اليابان هي بتتجمع في تركيا وطبعا دخلة من خلال الجمالج او اتفاقية الجمالج الاخيرة ديت اللي هي في الفين وعشرين وبالتالي دخلت من خلال مصر فمعظم التوكلات الكبيرة حاليا مش بتجمع في بلدها ممكن بقى عشان رخص عمالة ورخص قطع غيار والنقل والتوزيع وكل الاتفاقيات اللي ما بين البلدان المختلفة خلونا نرجع تاني للسوزوكي بالينو طبعا لو انتو عايزين تتابعونا دايما في مجال السيارات متنسوش تعملها سريعا وتفعيل اول جرز عشان تقدر توصل لك كل السيارات الجديدة متنسوش اللايك طبعا ولو حابين تعملوا شيئين ما فيش مشكلة السوزوكي بالينو عربية كانت اول ما ظهرت طبعا في آآ التسعينيات كده في نصها كانت عربية سيدان ما كانتش هاتش باك هي دلوقتي اللي بتنزل هاتش باك واللي موجودة حاليا واللي احنا هنتكلم عليها دي هاتش باك ويعتبر من اكبر منافسينها في السوق المصري هنلاقي مسلا قريب جدا منها في السعر السيارات ابيزا آآ اول فيها تيبول هاتش باك لان احنا طبعا بنتكلم على عربية زي ما قلت لكم هاتش باك فلازم تقارلونها بعربية زيها في النمط التشكيلي او التصميمي وهي عربية بتعتمد على مقدمتها من الشبكة المتميزة في الاكسضام من شبكة هجومية وكشفات ضباب بتشكل برضو زي عربية رياضية هكومية آآ في العربية الهادش باك تعالوا بقى نشوف ايه مواصفاتها واسعارها ونشوف كده ايه هي المميزات والعيوب واحنا بنتكلموا واحدة واحدة والضموان طبعا عشان ما ننساش الضموان ضموان يا جماعة يا اما مئة الف كيلو يا اما تلات سنين اللي بيتحقق الاول هو اللي بيتفعل خلاص وده الضموان بتاع العربية بانتهي عنده. اخر موديل طبعا نتكلم عليها حاليا هو موديل الفين واحد وعشرين. والعربية طبعا هاتشي باك توكلها في مصر شركة اسمها مودرن موتورز ودي المسكة آآ فروع او عربيات سوزوكي كلها وزي ما قلت لكم بتتصمع في الهند. والعربية بتنزل بفئة واحدة بس. عشان كده طبعا هتسهل علينا الحلقة ونكملها لحد الاخر هي فئة واحدة بس مش هنقارن بين كزا فئة. العربية بتنزل بكزا لون هنلاقي بتنزل بالسيلفر الوايت الازرق والاحمر والآآ والبلاك والرمودي. اما المطور بقلنا هنبدأ به العربية. العربية فيها الف وربعمائة سي سي محرك. المحرك ده طبيعي جدا ما فيهوش اي تيربو ولا اي حاجة. المحرك ده بيقدر يطلع قوة خمسة وتسعين حصان. عند ست تلاف لفة في الدية. والعزم بتاع مية وتلاتين نيوتن متر عند ار بي ام آآ اربعة تلاف وممتين لفة. تمام? لو انت حبيب تقارن المحرك ده مع اي محرك تاني. لما تجي نشوف العربية اقصى سرعة لها كام? هتلاقيها مية وسبعين كيلو متر في الساعة. والتصارع الخاص بيها عشان وهي واقفة لتوصل لسرعة مية كيلو متر في الساعة. فابتايا اخد وقت هداشر وستة من عشرة سانية. هداشر وستة من عشرة سانية. الفيتس اللي فيها او نقر الحركة اوتوماتيك آآ اربع نقلات. وجر امامي طبعا العربية. لما نجي نتكلم بقى على متواصل تستهلكها في البنزين عامل ايه? طبعا عربية والف رقمائة سي سي وهاتش باك صغيرا مش هنتكلم على العربية عقلية كبيرة. فمتواصل تستهلك في بزين المفهود يكون طبعا اقتصادي وكويس جدا. هو خمسة لتر لكل مية كيلو متر وده مقرارة طبعا بالعربية كويس. آآ ارتفاع عن الارض اربعتاشر سنتي ونص. وحجم خزان البنزين اللي فيها سبعة وتلاتين لتر. كده احنا فصصنا المحرك قدر الامكان. تقالوا بقى نتكلم على عوامل الامان اللي فيها. ونشوف ايه اللي موجود فيها حلو? ويه اللي موجود فيها او مش موجود فيها اصلا. العربية فيها فرامل منعة للانغلاق اللي هي الاي بي اس. ولو كمان فيها آآ توزيع قوة الفرامل الالكترونية اللي هي الاي بي دي. لكن ما فيهاش اي اس بي. فلو انت طبعا بتجري او بتسافر او ممكن بتعمل اي منورة وكده بالعربية. واسوقتك مش ركزة وتماما بنصحكم تاني السرعة غلط يا جميع. ايه ما بنشوفها جد دلوقتي على الطرق. ومن خلال متابعيتي للعربيات يعني السرعة مش هي اللي هتنحقك العشر دقايق دول مش هما اللي هينجدوك. الاي اس بي اللي فيها ما فيهاش سبات الكتروني العربية. ما فيهاش آآ نزام يقدر يساعدك في المرتفعات ولا في المنحضرات. وما فيهاش كشف النقط العمياء. ما فيهاش انك انت تقدر تتابع الضغط بتاع الاطارات بتاعتك من التابلو. والعربية فيها ايزوفيكس. اقصى عدد للوسادة الهوائية اللي فيها لان هي طبعا فئة واحدة بس. اتنين وسادة هوائية. العربية كمان فيها حساسات خلفية. فيها انزار عشان تحميك او يحمي العربية من السرقة. وفيها سنترلوك ومثبت سرعة وحزام امان خلفي. لكن ما فيهاش حساسات امامية. الحساسات اللي فيها خلفية بس. طيب لما نيجي نشوف بقى الاقوى العيوب اللي موجودة فيها ايه من عوامل الامان اللي نقولناها حاليا سريعا. ما فيهاش اي اس بي. اللي هو برنامج الاتزان او السبات الالكتروني. ما فيهاش اي نصام فيها لصعود او النزول في الدعم والحضرات. ما تقدرش ترقب ضغط الكويتش بتاعك. ولا كشف النقطة العمياء وما فيهاش حساسات امامية. طب تعالوا نشوف الكماليات اللي جوه بقى. وانت ركب كده جوه العربية هتشوف ايه وهتحس بايه. العربية من مميزاتها كمالياتها كتيرة شوية. يعني هنلاقيها ممكن ايه احسن من عوامل الامان. هتلاقي فيها كماليات كتير. العربية فيها المرايات كهرباء. وفيها اشارات في المرايات. وفيها تكييف هوا. لكن ما فيهاش المرايات الضم. ودي يعني الحاجات الاولية جدا اللي مش موجودة في الكاماليات. زوجات كهرباء هتلاقي. زوجات فامي متاح. العربية فيها كاميرا خلفية. ومثبت سرعة. وزبويلر خلفي. وجنود رياضية. زي ما انتم شايفانها دي يعني مسا ستاشر بوصة. السوزوكي بالينو بتقف على جنود ستاشر بوصة. وآآ ما فيهاش فتحة سقف. العربية فيها بلوتوس. ومدخل آآ ومدخل ايو اس بي. ومدخل ايو ما فيهاش مشغل دي في دي. فيها طارا مالتي. وفيها شاشة وسطية مقاسها سبع ابوصة. والكشفات اللي فيها زينون وفيها عددات ديجيتال. كشفات لد خلفية وامامية متاحة في العربية. بجانب ان فيها كشفات ضباب امامية. لكن ما فيهاش كشفات ضباب خلفية. ما فيهاش مسحات على الكشفات. وما تقدرش تتحكم في الكشفات. النظام الصوتي اللي في العربية مكون من اربع سماعات. العربية فيها كريسة كهربا. مخرق كهربا. وفيها مسان دراس ومسانة لليد. بجانب طبعا حساسات خلفية زي ما قلت لكم. لكن ما فيهاش امامية. وفيها زر فتح وغلق الازاز. وزر تشغيل المحرك. دي كانت الكماليات اللي موجودة في العربية. يعني لو قلنا من العيوبها ان هي ما فيهاش حساسات امامية. ولا مسحات ولا آآ تحكم في الكشفات مش موجود. ولا كشفات ضباب خلفية. وما فيهاش مشغل دي في دي. واخيرا المريات اللي فيها مش مريات ضم. طيب اخيرا الحجم الشنطة اللي فيها. لو طبعا اي اسرة بتسأل فحجم الشنطة تلتمية خمسة وخمسين لتر. طبعا مقارنة بالنسبة لعربية هاتشباك يعتبر متوسط معقول. وممكن كمال تزودها لو انتم مسلا مكونين من فردين لمساحة سبعمية ستة وخمسين لتر. لو عملت تاي طاي آآ تانيت يعني طاي المقاعد الخلفية يا جماعة. والتحكم طبعا في الشنطة يدوي. ويحمل الاكواب اللي موجود فيها امامي وخلفي. وفيها درج تخزين امامي. طيب لما اجا كلمكم على السعر. العربية دي قلنا بتنزل بفئة واحدة بسعر متين اربعة و خمسين الف جنيه. هتمنى تكون الحلقة ان شاء الله استفدتم منها. ولولوا اي رأيكم في العربية في الكومنتات. ان شاء الله انتظرونا في الحلقة اللي جاية.